حلقتنا وكيد في انتظاركم العديد من المواضيع أقول الخدماتية للبحث اليوم خاصة أنتم لكم توصلوا معنا على صفحتنا على سوشيال ميديا رح ينطرقوا مختلف المواضيع الليكم تبحثوا بها رحوا إلى موضوع كما ذكرنا في بداية حلقتنا حول تنمية المهارات والاستثمار فيها والبحث عنها في ذوتنا بطرق أكيد إيجابية طرق صحيحة دائما من عند الأستاذ عبد الحليم ماضي ككل يوم أربعة يحاول أن نقدمكم مجموعة من النصائح في مجال تنمية البشرية نرحب بك أهلا وسهلا بك ومشاهدناك يا رب إذن بداية يعادل استثمار في المواهب في قدرتنا من أهم العوامل أهم العوامل العلمية للشخص يعني لماذا يعد كذلك أداة قوية بالنسبة للشخص أستاذ أكيد الاستثمار في النفس أكيد الاستثمار في القدرات والمواهب والمهارات وإلى غير ذلك من العطائل يعطيها بالإنسان وبالتالي الإنسان هذا الآن يعطيها بقدرات وعطيها مواهب وعطيها أيضا هوايات وعطيها أيضا الموهبة قبل أن أتحدث عن الموهبة فقط أريد أن أضبط مصطلح الموهبة يعني كثير من الناس يعرفوا ما هي الموهبة كثير من الناس يخلط بين الموهبة والمهارة كيف الفرق مع بين ذلك؟ يعطيك صحة ويخلط بين الموهبة والهواية كيف يعتبر أن المهارة هي نفسها الموهبة يعطيك صحة لنعرف أيضا هذا الشيء نعرف أن يزوبيسك عندي ميول لها أكثر عندي موهبة فيهم كمثلا نقوله فنان تشكيلي أو نأخذه مثال كفنان تشكيلي يمكن يتقن الرسم يقول بي أنا هذه هي مهراتي يعطيك صحة ولكن هناك فرق بين المهارة والموهبة يعطيك صح وأيضا هناك فرق بين الهواية والموهبة أيضا ليست كل هواية موهبة إذا ولهذا نجب أن ندقق في هذه المفاهيم حتى الأولياء لديهم أبناء والأشخاص أيضا في دوتهم يعرف هل هو يمارس هواية أم يمارس موهبة أم مهارة رحلة جيدا أول مفهوم نبدأه بمفهوم القدرات أنا أستطيع أن أغني لكن هل عندي موهبة في الغناء؟ ما عندي الصوت لنعرف نغني وحافظ الأغاني إذن عندي قدر على الغناء لكن ليس لدي الموهبة إذن كم هم الأشخاص اللي رهم يغنوا الآن لكن الموهبة في الغناء القليل من القليل يعدوا هذه الموهبة نشوفه مثلا أغنى لاعب في كوات القادم مثلا نشوفه مينسي ولا رونالدو ولا غير ذلك مثل هذا المثال اللي يطلق على مواقع توصل الاجتماع يعني رونالدو كان صحيح لاعب من أحسن اللاعبين في العالم ولكن لم يوفق كمدرب لم يوفق كمدرب أكيد كل إنسان لأن يعرفوا كوات القادم مرادونه بليتوب مرادونه وكثير منهم يعني حتى في الجزائر لعبين ماهرين ومنجحوش في التدريب وكان أشخاص ما كانوش إذن حتى التدريب هو موهبة أيضا هو موهبة إذن الفكرة إينا هي أنا لما نشوف القدورات أنا إنسان عنده قدورات في مجالات مختلفة لكن الآن أنا نعرف نرسم لكن لم يديش موهبة في الرسم هل فرق وراء هذي قدورات كل شخص عنده قدورات يبقى شيء آخر تبقى لهواية الهواية أيضا مصدر آخر هذي قدورات 50% الشخص إذا كانت عنده الهواية والموهبة يقدر أنه نمي مهارات ويطورها بهذيك الموهبة ولكن 50-50% يعتك صحة لكن جو كيف نسقه بين القدورات والموهبة والهواية باش نوصله للموهبة لكن الآن نحكي وليهم فردا فردا كل وحدة وحدة لأن باش نسعف وشمعتها القدورات القدورات طوك عندي صوت إن قدر نغني نغني ما الصح الآن القدرة على الغينة لا تعني أن يدي موهبة في الغينة ولا تعني أني عندي هواية في الغينة لأني أربما لا أحب الغينة ولا تعني أني أدي يمكن جميع الطوبوع يعتك صحة لا تعني أني تأدي جميع الطوبوع رائع جدا هذا مثال رائع هذا أيضا فرق بين المهارة والموهبة لحظة جيدة الآن نروح إلى مفهوم الهواية الهواية أيضا هي أشياء نديرها وحبها يعني لما نديرها أشعر بالراحة نديرها في أوقات الفرق نديرها في أوقات الملل ولما نشعر بالاكتئاب إلى غد ذلك فنجد أشخاص مثلا أثناء العطرة التحومة في الويكانت التحوم يقوموا بهواية مختلفة الهوايات الآن مثلا الطبخ هواية مثلا رياضة هواية ربما موسيقى هواية لكن الرسم هواية لكن ربما هذا الإنسان الذي يمارس هذه الهواية قد تكون أيضا معدوش موهبة في هذا المجال ويحب هذا المجال ليس كل من يحب الغينة عنده موهبة في الغينة وليس كل من يحب الرسم عنده موهبة في الرسم إذن هذه هيوية يعني يهوى هذا المجال صح عنده ميولات عنده ميولات قام من نحبه كوات قادمة ربما تحطك فتيرة ما تتحبك كوات قادمة هيوية إذن رحوا إلى مفهم آخر يوم مفهم المهارة المهارة هي مكتسبة بمعنى أنت عندك قدرة على الرسم فأنا نعلمك تقنيات الرسم صح ولما نعلمك تقنيات الرسم وترسم ولما ترسم ب يعني بالتكرار والممارسة تولي ترسم باللاوع بمعنى تولي ترسم بطريقة تلقائية وبطريقة كما نقول نحن عادة تولي عادة ما تولي سلوك مكتسب تولي عادة كيش تولي عادة متى واحد يقود السيارة مرة الأولى هو الآن تقاه مرتبك وخايف وكذا لما يقود سيارة ستة أشهر عام يقودها بطريقة تلقائية يعني ممكن أن يتحدث مع شخص آخر يتكلم في موضوع آخر بدون أن ينظر إلى أدوات الموجودة في السيارة هذه تسمى المهارة مكتسبة أيضا هذه ليست موهبة ماشي بالضرورة أنك تعمل شيء بطريقة تلقائية عندك موهبة ماشي مع أنت الآن أنت تطبخ وبشكل جيد عندك موهبة في الطبخ قد تكون مهارة تعلمت هذا مكتسب وبالتكرار ويتطبخ بشكل جيد لكن أيضا ليس موهبة يبقى سؤال ما هي الموهبة يعتك صحة رحضة جيدة أولا الموهبة وقتا شعب بالهذا الشيء هو موهبة عندك لما تمارسوه خارج أوقات العمل وكيف نستثمر كذلك يعتك صحة أنا جيدة نعرفه قبل الموهبة أين هي الآن مثلا تلقى إنسان مثلا في أوقات العطلة يمارس الغناء الطبخ فهنته لي موهبة لأنها الآن مربوطة بالشعر صح إذن هي قدرة صح وأيضا عندها هواية بمعنى مربوطة بالهواية التاعه إذن وكان حكم الإنسان خرجه له مثلا قدرة التاعه وش يعرفين ده وبعد نخرجه له شيء اللي يحبها هي لهوايات وبعد نشوف العلاقة بين القدرة والهوايات ورأي حاجة لي قد يديره ومن يحبها أنا خرجناها من المجال التاحه الآن كي نخرجها من المجال التاحه أتولي الآن قدرة زائد هواية يعني عاطفة معها كي تولي فيها عاطفة نطرح الآن إلى الموهبة لأن الموهبة نمارسوها بالشعور ونستمتع بفعلها صحة وقد نعرف أيضا بالله هي موهبة أولا غير مكلفة وش ماتا غير مكلفة بمعنى ما يستعملش الأدوات ويحقق الأداء عالي بدون إمكانيات كبيرة فنشوفه مثلا نشوفه مسلسلات مثلا في التلفزيون ولا البرامج جهاز التلفزيون أحيانا تشوف برنامج فيه تكاليف كبيرة جدا لكن محققش ناجح ونصيب برنامج مثلا بأدوات بسيطة وحقق صادر كبير أيضا إذا نشوف هذه الموهبة وين راينادي فيروس أنها تعطيك الأداء العالي وبأقل تكلفة بأقل إمكانيات إذا راينادي فيروس أيضا تعليم موهبة الشخص مثلا اللي تعطيه إمكانيات كبيرة جدا مثلا بشمالة رياضة معينة لكن ما عندهش موهبة الأداء ميكوش عالي وكالشخص بأدوات بسيطة يوصل نشوفه الرياضيين لعبوا ألعاب أولمبيا بأدوات بسيطة صح ومعها دحقوا نتائج كبيرة له لأن الموهبة اللي كانت تدفحه وليست المهارة في هذه الحالة نقدر نقوله أنه اللي ما عندهش موهبة مقترش يستثمر في مهارات يقدر يستثمر بسهل لحدي جيدا استثمر في المهارات لحدي جيدا الموهبة هي الدافع هي الواقود على حد قولك أستاذ أنه لازم تكون الموهبة حتى نقدر نستثمر فيها تقدر ما تكونش الموهبة ونستثمر تكون مثلا نقول دورات تكون الشخص هادة عنده المهارة مكتسبة نعطي كميتان نقدر نعلم شخص مثلا رياضة معينة كم هم الرياضية اللي عندهم نفس الأداء لكن الآن نلقى واحد متميز كما قلنا في كوات القادم نلقى مثلا رونادو المتميز نلقى مثلا في ألعاب معينة ولا في الغينة نلقى شخص متميز لأنك لما نشوفه التميز لا كانش عنده إمكانيات وكان أشخاص عن مهارة وكان ما تعطيش إمكانيات لا يعطيش الأداء فانتلي في كبراي مثلا واحد جيني في الرياضيات تلقاه بلا ما تدلوا ليكور بلا ما تدلوا كذا فيعطيك نتائج كبيرة لأنه الأداء التاعه هذا موهبة يعني هو يستمتع في هذيك الأداء اللي هو يديره مثلا الرياضة ولا غناء ولا شيء معين الأمر الآخر نحضي جيدا المهارة المعلومة تسبق المهارة في الموهبة المعلومة جمور المهارة بما الإنسان يعافي يرسم وما تتعلم الرسم تلقاه نتعلم أن الإنسان يمكان غني ما يقدرش يرسم بكل الرسم نفسه شوفي لحظةthank الهج thee مثلا بالمهارة المؤيينة تلقى مثلا الشخص لا وجد أمام امام مدخل مدرسات الرسم لا cannot physically ويأجف تأعلم الرسم من أكثر عن موهبة وبعدها تلقى المعلومة وال locatie ويأجف كل الرسم بعلمنا territorات هذه المهارة والشخص الذي يسبق يوجد أمام مالي لما طعف عنده صوت شباب فهذا الآن عنده الموهبة ومن بعد يتلقى المعلومة هذا أمر مهم جدا باش نشوفه الآن المواهب تجي فيطرية داتية من عد الإنسان نجد فيه الموهبة ناطق مثلا تلقى مثلا طفل صغير قيادي في وسط المجموعة عنده القيادة القيادة عنده هي موهبة قائد بفطراته قائد تلقى مجموعة هي جيد سقسية تشاوره هي كذا قائد لما تعلموا مهارات القيادة هو عنده الموهبة وتتعلموا مهارات القيادة كيف ينسى المشيقاء وتتعلمون مهارات القيادة بس طرح الفارق بيناتهم الأداء هذا يكون أقوى هذا يبدو الأداء العالي لأنه الموهبة تساعد 50% في تنمية القدرات والموهبة فقط أستاذ تقدر تقدمنا نصائح وطرق تشجيع على تنمية هذه القدرات هذه المواهب الاستثمار فيه أنفسنا وكذلك البحث في ذوتنا أكيد أول شي نبدأ بمرحلة القدرات وش معتها؟ معتها نخليه الطفل يمارسنا الشاطات المختلفة عليه مارسنا الشاطات المختلفة باش نشوفه قدراته أين هي هل الآن الشخص مثلا يعرف يرسم عنده صوت شباب في الغيناء في مجلة مختلفة حتى في العلوم يعني احترى مثلا نعطيك شيء معين الطبيب مثلا هناك طبيب موهوب في الطب وهناك طبيب بالمهارة بمعنى در ريس الطب وكانه هو طبيب بالفطرة فهمت في كوراي هذاك الآن كيزيت تعطيه المهارة يروح أبعد هذا في الآخير نحضي جيدا لي عنده مهارة يعطيك إنتاج واللي عنده الموهيبه يعطيك إبداع وهو فرق بيناتهم فهمت؟ مع أنتا الآن وح تلعبه كواتل القادم تعلمه تقنيات كواتل القادم يعطيك إنتاج لقي عنده الموهيبه يبدع في كواتل القادم و لهذا الموبيعون هما قلائل من الناس وهم الموبيعون في قبل مجالات وبالتالي المتعلمون في هذا المجال تلقى كوتر صح المهندسين كوتر لكن الموب دعف الهندسة القالي من القالي في كل مجالة تجد الموب دعائين هما الذين قادوا من موهبة في هذا المجال ولهذا الان كيفاش نكتشف الموهبة لازم نشوفه الان انسان يمس لنا الشرطات المختلفة ما نقدش نعف لدينا يعف يرسم بلا ما نعلمه بلا ما يرسم ما نقدش نعف عند وهي طوال شباب بلا ما يغنيه ولا يقرأ قرآن ولا شيء معين وبتالي لما نكتشف الموهبة نحطه أول شي نشوفه هاد القدرات وهاد المهارة الآن هل هو الآن يديرها برغبة إذا تربطت بحبه كذا يعطيك ساحة إذا شنا مربوطة بالهواية تاعه بالحب تاعه ولحظه أيضا هل هو الآن يديرها في أوقات الفارغ تاعه ما شي كي لازم يديرها مثلا الواحد يرسم تلقع في البيت ويرسم ولي ما يحبش الرسم غير حصاتها الرسم باش يرسم إذا لما نشوفه الآن يدي كومبريسي بها هادي كسولوك يدي كومبريسي به مثلا هذه المهارة اللي يحب الرياضيات نطيبه يحل مسائطة رياديات حتى خارج المقرر تاعه إذا هو المستمتع اللي يحب الفلسافة يقرأ كتب الفلسافة حتى خارج المقرر تاعه وهي كل شخص الآن تلقى يستمتع في هذا المجاة الآن لما نجد المتعاد ياله والقدرات تابعه هنا نحطه تحت تعلم المهارة وش ما تتعلم المهارة؟ المهارة تسقل الموهبة نحطه في أيدي فنية ومتخصيصة لتساعده على تطوير كل موهبة وهذا الأيدي المفنية ومتخصيصة بما نحطه تختصر عليه التجربة والخبرة وتخليه يتطور في هذا المجال وتفونسه الآن الآداء تاعه بين الأشخاص اللي يراهم معاه وهو اللي عنده المستمتع بهذا الآداء والآخرين نراهم فرصي في هذا المجال أكيد ليكون عنده الرغبة والعاطفة قوية وليح يستمر يعني تكون عند لي يحبوا المجال انتحا إذن نشكرك أستاذ عبد الحليم ماضي لستتدخلك اليوم معنا في ملفنا الصباحي شكرا بنتهي تحيانا يلا مشاهدينا حيني